اهلا 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 اخوتي العزاز كيف انتم ما لا بس عليكم باخر اموركم هانية كي حملي مع الصحيحة نتمنى كل شي يكون باخر وعلى خر وفي اتمي الصحة والعافية تحيتي لجميع بدون استثناء اخوتي اخوتاتي كما كتعرفو كيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحرة فقط كفر يعني معروف بان السحر حرام وكيني بعض الناس اخوتي الغل والكره اللي في قلبهم تقدر توصل بهم الدرجة انهم يسحروا لك ويقادي وكا اخوتي على والو والمشكل انهم يلجؤون الدجالين والمشعويدين واخوتي دوك الدجالين كو كان الخوخي داوي كو داواغا غراسو شوف غي حالته في كيكون شوف غلعيشة ديالهم كعملوه الدم عيد الشيطان مهم اخوتي قصتنا الموضوع ديال على السحر وكنت من اخوتي قبل ما نبدأ القصة عافاكم لايك واشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وبطبع الحال نرى هيدا كتدعموني وكزي طلع قناتي وقناتكم حكاية ريمة المغربية شكرا لكم اخوتي الدعم ديالكم يجعلني انني نتحمس وكل مرة نفتشل القصة المناسبة اللي نصرد لكم ونحكيها لكم والدعم ديالكم ارى شرف ليه شكرا لكم اخوتي ويلا نسمعوا القصة سلام اخوتي انا بنت كيف حالي كيف حلقة على البنات كان احنا منعمل داري ووليدات قد استعتبدا نهارت خطبتي نهارت خطبت فيه سخفت وضحت وما بقيت عقلي على والو وحتى واحد ما عرف السبب من هاتشي اللي وقعلي من لي فقت كنت واحدة اخرى ما تنهضر مع حتى واحد والليت واحدة اخرى ما كيعرفوهاش كنت 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 صرف اخوتي بطريقة جنونية والحمق نوحد درجة العقل ما يستوعبهاش كنت ما كان عصليه بالليل ولا بالنهار والليت كنت عصب دائما وبدرجة كبيرة وعناوالو اللي يقدر معايا كنشعل معاه كان اخوتي دائما جبروني كم كم عراسي ومعرفش حتى السبب كعياوي سولوني شن واقع وانا ما عرفاش كنت اخوتي كنشعر بالضيق والارهاق والعياب كثاف كنت كنحس كيف حاجة في ذاتك تخلي حركتي تقيلة والنفس تقطع فيها حتى من الكلام كنت كنت نهضر به ماشي معوطة مانثوه ماشي حاجة كنت ندخل فيها ومعرفش شنو المصدر ديالله وكيف تدخل فيها الحال من المرة حاولت نهرب من الدار وكانوا يشدوني يحاولوا يرقبوني باش ما نعمل والو فراسي حتى واحد نهار وصلت بي الدرجة نقطر راسي كل شي كان حير فيها فين ذيك البنت اللي كانت كتبغي الحياة وانا ما عارفوش نواقع معايا حتى انا ما كنت عارفش نواقع لي لان واحد نهار اللي جافي خاطيب عند عائلتي وقلم باللي كان خاطب واحدة قبل مني وباللي شك فيها اللي تكون عملت لي شي حاجة الشي قبلني سحرت لي حيتسمح فيها وحيت عندها مع السحر والشعوادة وعلى هات السبب قال باش تفرق معاها راجل الختي بده كيتب الدل وبده بيناته مصدع حتى ان واحد نهار وما كيتناقشو ختي صغفته طاحت هزم شي كي يجري بهان سبيطار عملوا له صويرو واخدوا الدن باش يعملوا له تحاليل المهم مني فقط رجعنا الدر وبقى كي طلبة تسمح له ويرجعوا كما كانوا قتلوا يدبغى حتى وتعملوا القبول انخدمته ولكن هو من ديك الساعة سمح فيها واقطع علاقتو بيها ولكن اللي كانت ضحية في هاد العلاقة هي انا اللي وليت معرفة ولو على الدنيا وليت كيف حالش حمقه ايه وماشيين بيا عند الاطباء وتقول شي طبيب عرفش انو بيا قاع الاطباء اللي مشيت عندهم حارفية في الاخير بقىوا الناس ينصحوا عائلتي باش يمشوا عن شي فقي اللي يكون تيقى وماشي من الدجالين اللي يكون عالم وقاري كتاب الله ديال بسط صح هي هادك اخوتي بعد ما سولوا وبحثوا صردهم عند واحد عالم ديالفق وقالوا له على حالتي قالوا ما عملوا لي الرقية الشرعية ووريهم الطريقة دي الرقية الشرعية الصحيحة وصردوا حن البنت من بناتو عند خواتاتي باش توريهم كيفاش يرقوني وحتى هي كنتك ترقيني والصراحة الحامدلله مع الوقت بدتك تتحسن حالتي اتنوا حد نهار اخوتي انو تكفحن عمرو كان في اشي حاجة واللي تكفحن لولو حسن والحاجة اللي مزيونا هي رجعتنا خطيبة وتزوجنا وولدنا بزر ديال الولاد اما ديك السحارة شدوها بتغمس شعودة ونصبوا الاحتيال ودخلوها للحبس وارتحنا وارتح العالم الشر ديالا وكانت هدي هي قصة وبما انكم وصلتون ليلة الفيديو معلي نقول لكم غير شكرا لكم وبرتحي واخوتي مع الحباب والصحاب وشي تعليق مزيو نحفزني باش نستمر كتر وما تنساوش اخوتي اللايكات والله يحفظكم ويحفظنا وينجينا وينجيكم من كل بلو شر ومع السلامة الى قصة اخر ان شاء الله